أهلا وسهلا بيكو طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي قسم طباعة وسباغة وتجهيز المنسوجات إحنا الطلبة الصف الثالث هم الطلبة اللي عليهم العين الفترة اللي جاية إحنا طلبة الدبلوم اللي هنتخرج وهنبص نلاقي نفسنا دخلين على سوق العمل وسوق العمل من الحاجات المهمة جدا 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 اللي إحنا أساسا بنتعلم عشان نقدر نخش ليه سوق العمل بشكل قوي ونقدر نجيد فيه سوق العمل ونقدر نبدأ نتكسب الرزق بتاعنا بأيدينا إحنا ليس بإيد أي شيء آخر عشان كده إحنا ما بنيجي نتكلم عن طلبة الدبلوم دايما بتكلمهم عن الصناعة وعن المصانع وعن الشغل بتاع الصناعة والنهاردة هنتكلم معاهم عن مادة الألات مادة الألات يعني إحنا بنتكلم عن الماكينات وبما إننا بنتكلم عن الماكينات يبقى إحنا بنتكلم عن المصانع يعني بنتكلم الماكينات اللي هنروح المصنع بعد ما بنتخرج نروح نشتغل عليها فلازم نبقى عارفين الماكينة كويس جدا عشان نقدر نشغلها ونقدر نشتغل عليها ونقدر نقول عندنا المهارة اللي تقدر تشغل هذه الماكين عشان كده بنتكلم عن مادة الاهلات واهميتها من اهمية المادة ده هي بالنسبة لنا ان ازاي نشغل المكان يعني بالزبط كده لما نتكلم عن الموبايل اللي بيبقى في ادينا لو احنا معانا الموبايل والموبايل ده كان احدث موبايل في العالم كله ومعانا الموبايل ده واحنا مسكينه في ادينا ومش عارفين نشغله بالنسبة لنا هيبقى عبارة عن حتة حديدة ليس لها اي قيمة ولو احنا معانا احدث موبايل في الدنيا وجينا عشان نشغله وما شغلناهوش بالطريقة الصحيحة او ما استفادناش بكل اوبشن موجود جوه الموبايل ده يبقى احنا بالنسبة لنا الموبايل ده برضو ليس له اي قيمة لكن لو احنا الموبايل بتاعنا مش حديث قوي وجينا واستفادنا منه بكل اوبشن موجود جوه وكل حاجة موجودة جوه الموبايل ده يبقى احنا كده بنتكلم ان احنا احسن حد في الدنيا وعندنا احسن حاجة طيب المثال ده ايه ده ليه دعوة بينا في مادة الالات اه طبعا المكان اللي موجود عندنا لو احنا مش عارفين نشغله ومش عارفين نستفيد بكل جزء موجود في المكانة وعارفين نطلع منه اكبر قدر ممكن من الاستفادة والتشغيل يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نشتغل في المصنع ده طيب لو عارفنا ان المكانة ده هي امكانياتها نص نص بس احنا بنطلع منها اقصى حاجة ممكنة ممكن تطلع من المكانة يبقى احنا ايه لا يبقى احنا كده فعلا ناس كويسة وناس عندنا المهارة اللي تقدر تشغل هذه المكينة ويقدر صاحب المصنع يبقى مهتم بينا ومبسوط مننا ومبسوط من تشغيل بتاعنا ويبدأ يتمسك بينا ونقدر نستمر في الشغل بتاعنا طيب مادة الالات بالنسبة ليه الدبلوم هتتكلم عن ايه غالبا وغالبية الكلام اللي هنتكلم فيه في مادة الالات هنتكلم عن مكينات الطباعة مكينات الطباعة بس لا هنتكلم عن مكينات الطباعة مكينات التبخير ومكينات التجهيز النهائي مكينات الطباعة اللي هنتبع بيها هتبقى ايه هي المكينات ده هيت وايه بنشتغل بيها ازاي وطريقة كل مكينة بتاعتها وازاي نشتغل بيها طيب وماكنة التجهيز بتاعتي برضو وأقدر أشتغل بها إزاي وأقدر أطلع منها إنتاج إزاي وأقدر أشغل المواد اللي أنا تعلمتها في مادة العمليات أبدأ أشغالها على المكانة دي إزاي وأبدأ أستفيد من المواد دي بأني طريقة وأبدأ أوظف كل مادة على حسب نوع المكينة اللي عندي وعلى حسب طريقة الاستخدامة اللي أنا أستخدمها عن طريق مادة الألات كمان بالنسبة للتجهيز النهائي أشوف إزاي بجاهز الخامة بشكل نهائي احنا دلوقتي ناس كبيرة وعارفين ازاي يعني ايه مواد ويعني ازاي نجهز ويعني ايه نشتغل لكن عايزي بقى نعرف الفينش ازاي ندي الفينش النهائي للخامة اللي موجودة عندي كمان لازم يبقى عندي حاجة مهمة جدا وهي ازاي الطريقة او الاسلوب الامثل للتشغيل والطريقة المصلة للتشغيل بس نيجي لنقطة مهمة جدا نيجي نقول والله احنا فعلا اتعلمنا وده بقى مهم جدا ويمكن بقولوا ليه طلبة الدبلوم بالذات اه لانهم هم يعني قدامهم نقدر نقول اه شهور او ايام عشان يتخرجوا ويخرجوا لسوق العمل يجي يقول لي والله انت بديتنا المكناة ده هي بطريقة بس احنا روحنا ما اتخرجنا ودخلنا سوق العمل لقينا مكناة تانية عفوا لقينا مكناة تانية او طريقة تانية في التشغيل قال له اه تعالى هنا ما انا بعلمك السوقة لكن مش هقدر اديك كل انواع العربات اللي انت هتسوقها اما تيجي بتركب عربية وتيجي تبدأ تسوق العربية ده هي هتبقى عارف بعض الحاجات اللي انا علمتك فيها السوقة في الاول لكن العربية هي 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 عبارة عن ديركسيون وفتيس ونقل وبنزين وفرامل والكلام ده ده موجود في كل العربيات لكن في بقى منها الاوتوماتيك فيه منها بتدوس على الزرار في كل طريقة مختلفة من العربية الاخرى ده بتتعلمه امتى لما بتيجي بقى تركب العربية نفسها اللي انت هتسوق بيها لكن انا بعلمك الاساسيات اللي انت بحيث انك انت مطروح اي مصنع تبدأ تشتغل بيها وتبدأ تسوق بيها وتبدأ تشتغل المكانة وتبدأ تشغلها وتبدأ تطلع منها الانتاج اللي انت عايزه فهو ده اللي يمكن الجزء اللي لازم نبقى وغدين بنا منه وهو ده الفرق ما بين التدريس والشغل العملي الفرق ما بين التدريس والشغل العملي انك انت شغل العملي بقى بتشوف حاجات كتير واوسع واكتر لكن أنا بديك الأساس اللي تقدر بما تروح به في المصنع تبدأ تشتغل بشكل جيد طيب بالنسبة لي خطة الدراسة بتاعتنا إحنا المادة هنا عندنا من 60 درجة طبعا إحنا كنا متفقين أن في سنة أولى وفي تانية كانت المادة عندنا برضو بتاعة الألات من 60 درجة بس كانت مقسومة ترمي أولاني بناخد 30 درجة وترمي تاني بناخد 30 درجة فيهم في 30 درجة دولة 6 درجات أعمال سنة و24 درجة التحريب بتاع نصف العام وبعد كده هوت في الترمي التاني عندنا برضو 6 درجات أعمال سنة وفي 24 درجة لامتحان التحريب بتاع آخر العام ده بالنسبة للأولى وتانية لكن بقى في تالتة لا في تالتة 60 درجة بتحطوا على درجة الورقة اللي أنت بتمتحن بها في آخر السنة لكن الكلام ده بتطبق على نظام اللي بيشتغل به النظام الدبلوم الصناعي ثلاث سنوات للطلبة اللي مش هتشتغل بنظام الجدرات نظام الجدرات هيبقى ليه طريقة تانية وتأسيمها تانية في الشغل إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيها في محاضرات منفصلة لوحدها هنتكلم عن الطريقة اللي بيشتغل بيها نظام الجدرات لكن بالنسبة للنظام الصناعي العادي اللي هو السنوات العادية هيبقى 60 درجة بتتحطى على درجة الامتحان المنهج الدراسي عندنا بيتكلم عن الأساليب المختلفة لمكينات الطباعة هنمشي عليه كده بشكل سريع إيه هي الأساليب المختلفة في مكينات الطباعة ولو تكلمنا عن الأساليب المختلفة لمكينات الطباعة هنتكلم عن زي ما انتم شايفين كده القماش الجميل ده هو اللي هو مطبوع بمكينات الطباعة بتاعتنا الاول نعرف يعني ايه تعريف الطباعة طبعا الحلقة داية هتبقى شباب عبارة عن حلقة تعريفية مش هنتكلم فيها بالتفصيل لكن هناخد كده يعني ايه زي ما بيقولوا كده ومضات عن كل جزء عندنا في المنهج عشان نعرف برضو هو بيكلم عن ايه عشان نخضر نفسينا ونخضر طريقة المذاكرة بتاعتنا اللي هنتكلم عليها في اخر الحلقة وطريقة الامتحان وطريقة الطقي اول حاجة هو تعريف الطباعة يعني ايه تعريف الطباعة يعني ايه طباعة والتعريف الطباعة انا اخدنا السنة اللي فاتت في سنة تانية تعريف الطباعة هي عملية سباغة موضوعية يعني الطباعة انا بسبغ بس في مكان معين موجود على سطح الخامة انا بحدده بناء على التصميم بتاعي اللي انا بختار والغرض من عملية الطباعة ليه بعمل عملية الطباعة اساسا عشان انفذ رسومات زخرفية على المنسوجات المبوعة بحيث انها ترد جميع الازواء وترفع من قيمة المنسوك طبعا وغالبيتنا بيقابل الموضوع ده في السوق لما بنيجي مسلا نشتري تشرط والتشرط ده سادة بنشتريه مسلا بخمسين جنيه لكن لو التشرط ما ب Lean efficiency بمية جنيه طب ايه الفرق ما بينهم بتقول الخمسين جنيه هي يعني فيه فرق ما بينهم وقالى مثلا خمسين جنيه طب هل الخمسين جنيه دي نتيجة ايه يعني ليه ليش ترده بخمسين وليش ترده بمية نتيجة الطبعا اللي موجودة بتدي التشرط شكل قويس وشكل جمالي بيبقى بيرضي الزوء العام وفي نفس الوقت بيلقى قابلية عالية جدا في السوق فعشان كده القماش السادة ما بيبقاش عليه قابلية قوي زي القماش اللي هو المنسوج والمبوع بيدي شكل جمالي وبيخلي قيمة للمستهلك وبيغطي جميع احتياجات المستهلك الأساليب المختلفة للمكينات الطباعة بطباعة المنسوجات عندنا أول حاجة الطباعة بالأوالب اليدوية ودي يمكن أول مرة نسمع فيها عن الطباعة بالأوالب اليدوية أنا هيهميني هنا وقت أنك تشوف المنظر ده ده منظر مهم بالنسبة لي جدا المنظر ده بيتكلم على أني ده طباعة الأوالب إيه هي الأوالب هي عبارة عن آلب بيبقى مع صنوع من الخشب ومحفورة عليه الجلد بشكل معين أو بتصميم معين أو برسمة معينة الرسمة ده هي تطبع زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده الرسمة ده هي محفورة على الآلب الخشب دهوت وبعد كده بحطه على الآلب لون وبعد كده ببدأ أحطه على القماش بتاعي ده اسمها الطباعة بالأوالب اليدوية ودي موجودة زمان وإلى الآن موجودة في بعض المناطق والحرف لأنها حرفة يدوية وبيبقى عليها أقبال كبير جدا يمكن فيه مناطق كتير فيه المناطق الصحية الموجودة هنا عندنا في مصر بتستخدم طباعة الأوالب وفي الصين برضو فيه برضو طباعة الأوالب لأنهم هم يعني أصل الموضوع بتاع طباعة الأوالب ده هو الصين والشقة الأقصى كله بيستخدم طباعة الأوالب طباعة الأوالب ده هي اتمنتشرة بشكل كبير وعليها قابلية لأنها شغل يدوي وبيدي شغل جمالي شكله حلو قوي 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 وبيبقى عليه قابلية وخاصة من السياح بعد كده هنتكلم عن الطباعة بالألواح المعدنية أو الدق وده عبارة عن لوح معدني بيبقى مخفور عليه التصميم بتاعي وبفرغ بيبقى معمول زي الاستنسل كده شباب بس بدل ما هو بلاستيك أو الاستنسل بيبقى عبارة عن ورق مقوى أو بلاستيك بيبقى اللوح معدني واللوح المعدني ده محفور عليه التصميم بتاعي بيبقى محفور بالليزر أو محفور بيه مثلا بالحفر اللي هو الأجنة والشاكوش والكلام ده وقعشان أقدر أحفر عليه وبعد كده بفرغه وبعد كده على حسب التصميم بتاعي اللي أنا طالبه وبعد كده ببدأ أجيب سافينجة والسافينجة ده بحطها لون وابدأ أدق عليها عشان أنقips بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يعني ده الشكل بتاعه هو ده القالب أو ده الإطار أو الحاجة المعدنية أو اللوح المعدنية اللي موجودة عندي واده التصميم بتاعي اللي أنا اخترته أهو التصميم دهوت وبعد كده بمسك السفينجة زي ما انتوا شايفين كده وابدأ أدق ده على القالب دهوت لحد ما أبدأ أحفر عليه عملية الطباعة بعد كده الطباعة بالبروتين اللي هنأخدها برضه وإحنا طبعاً الكلام ده هنكلم عليه بالتفصيل يا شباب في المحضرات بتاعت الشرح لكن إحنا دلوقتي بس بناخد ششن كده على المنهج بتاعي وطريقة بتاعته وإيه طريقة التشغيل بتاعته دي طريقة قديمة بتاعت البوتين ده هي توصلنا لها الطباعة باستخدام الشابلونات السطحية واللي هي زي طريقة الحساس كده وتصوير بتاع الشابلونات وبعد كده هنتكلم عن الطباعة والسلندرات المحفورة ذات الطرفيل الدائري وعن طريق الضغط الطباعة بالسلندرات المحفورة بتتميز بالسرعة العالية وطباعة لها استخدامات مهمة جدا الطباعة بالسلندرات مائلة بزاوية 45 وهنتكلم عنها بقى بالتفصيل بتاعت الطباعة بالسلندرات برضو ما نجي نشرحها لكن هنتكلم عن جزء مهمة أوي أوي وهو طباعة الاستخدامات النحاسية وطباعة الاستخدامات النحاسية أو طباعة البنتوغراف طباعة البنتوغراف اللي هنتكلم عنها هي طريقة موجودة كانت موجودة قبل كده لكن حاليا موجودة بشكل أو بآخر ممكن تكون حاليا ما بتستخدمش لي طباعة الأقمشة ولكن بتستخدم في عملية الدعاية والإعلان والفكرة بتاعتها بتبقى موجودة بالشكل اللي هنتكلم عليه بالطريقة داي أنا عندي بتبقى الاستوانة النحاسية الاستوانة النحاسية ده هي بتبقى عبارة عن استوانة من النحس وعندي الاستوانات اللي بتبقى موجودة عندي نوعين من أنواع الاستوانات في عندي استوانة مصنوعة من الصلب وعليها طبقة من النحاس ودي بنسميها نوع القشرة وعندي استوانة بتبقى موجودة كلها من النحاس الخالص ودي بنسميها الاستوانة المسمطة أو الصامتة الاستوانة المسمطة بيبقى كلها مصنوعة من النحاس الخالص واستوانة القشرة بتبقى عبارة عن كلها من الصلب وعليها طبقة من النحاس وماكنة الطباعة بس الانضارات دي مهمة جدا في نسبة بماكنة الطباعة بالبنتوغراف والدرفيل بتاعي وبيبقى بالشكل ده ادي دي ماكنة الطباعة بالاستوانات المحاسية دي الماكنة والتركيبة عندي هنتكلم عنها وهنتكلم عن ادي قلب الماكنة بتاعي اهو تمام وادي الاستوانات بتاعت الطباعة ادي الاستوانة بتاعت اللون ده الاستوانة بتاعت اللون ده والاستوانة بتاعت اللون ده عندي الفرش اللي بتاخد من اللون الفرش ده بتاخد وتبدأ تحط على الاستوانة بتاعة الطباعة وهدي الفرش هنا بتاخد على استوانة الطباعة وهدي الفرش هنا هو بتاخد من اللون وتحط على استوانة الطباعة وتبدأ تضغط على الاستوانة بتاعة الطباعة هنا هو الاستوانة ده هي اه دي القماش بتاعه ده القماش اللي ماشي عندي اللي هو اللي احنا شايفينه مع بعض ده باللون الاحمر القماش اللي هو موجود باللون الاحمر ده اللي هو مواجه مباشرة للاستوانات ودي اللي باللون الاسود اللي قدامي ده البطانية اللي بتحمل القماش بتاعي وهنا القلب بتاع المكينة القلب ده بيبقى مصنوع من الصلب وعليه طبقة من اللباد وبعد كده بعد طبقة اللباد بيبقى موجود البطانية البطانية ده بتبقى مصنوع من الكوش المقوى تمام وعندي هنا هوة الاستوانات بتاعة الطباعة نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا ألا وهي أن الإستوانة بتاعت الطباعة أنهوة بيبقى فيها عندها سكينة لإزالة اللون السكينة داية لازم تبقى ميلة بزاوية 45 درجة يبقى سكينة إزالة اللون داية بتبقى ميلة ب45 درجة ما ينفعش تبقى زاوية قايمة لأن لو السكينة اللي عندي هنا هوة موجودة بزاوية قايمة هتجرح في إستوانة الطباعة يبقى أنا لو السكينة عندي هنا موجودة بزاوية قايمة إيه لا يحصل هتجرح في إستوانة الطباعة لكن السكينة لازم تبقى ميلة بزاوية 45 عشان ما تجرحش فيه استوانة الطباعة بتاعتي لكن فيه والسكينة هنا هو برضو لازم نقول على حاجة مهمة جدا السكينة دي بتحرك حركة ترددية بتحركش حركة ايه سبتة وده طبعا هنشرحه بالتفصيل يعني في المحاضرات القادمة لكن احنا عايزين برضو نبقى عارفين القصة وماشية ازاي ان احنا عندنا هنا هو تسكينة هنا بتحرك حركة ترددية لان الحركة الترددية بتاعت السكينة ده ايت لو اتحركت حركة سبتة هتجرح في الاستوانة لكن اتحرك حركة ترددية تمام عشان تزيل اللون من على استوانة الطباعة عشان ما يتبقاش كمية كبيرة موجودة من اللون على الاستوانة لكن فيه بقى عندي هنا على القماش بتاعي بيبقى فيه سكينة اسمها سكينة ازالة الوبرة وبديل تبقى قايمة 90 درجة وفي نفس الوقت بتتحرك حركة سبتة حركة عمودية سبتة ليه حركة عمودية سبتة؟ لان لو ابرى عدت هتعمل لي مشاكل فيه الطباعة لو ابرى عدت هتعمل لي مشاكل فيه الطباعة وبناء عليه يبقى لازم الحركة بتاعتها تبقى حركة سابتة وبعد كده عندي ده جهاز غسيل الاستوانات عشان او جهاز غسيل البطانية عشان بعد ما بخلص عملية الطباعة تبدأ الاستوانات الصغيرة او الفرش ده تبدأ تغسل البطانية بتاعتي لو فيها لون زائد او اي حاجة تبدأ تغسلها وبعد كده فيه جهاز تكفي في جفف قبل ما البطنية تبدأ تخش تاني في عملية الطباعة نيجي لحاجة مهمة جدا عايزين نتكلم معاه هنا يا شباب مع بعض وهي الطباعة بالبنتو جراف الطباعة بماكينات البنتو جراف ايه هي الفكرة اللي بتكلم عنها طباعة الماكينات بالبنتو جراف البنتو جراف بيعتمد على ان انا عندي استوانة من النحاس بتبقى موجودة عندي قدامي بالشكل ده يعني الاستوانة بتاعتي بتاعت النحاس بتبقى موجودة بالاستوانة بالشكل ده هوت وببدأ احفر عليها بالبنتو جراف البنتو جراف عندي فيه حاجة اسمها ديموندات وفيه حاجة اسمها تريسر الدياموند ده اللي بيبدأ ينقل التصميم اما التريسر ده هوت اللي بيحفر على استوانة الطباعة يبقى التريسر هو اللي بيحفر على استوانة الطباعة والدياموند ده هو اللي بينقل التصميم ويبدأ احركه على التصميم بتاعي بابدأ أنقل B على الشغل بتاعي ويبدأ أنقل التصميم بتاعي على إستوانة الطباعة ويبدأ يحفر الإستوانة بتاعة الطباعة بتاعتي وبعد ما بخلص حفر الإستوانة بيبدأ عندي إستوانة عندي كده بتبقى محفورة من النحاس بابدأ بعد كده أغطيها بتبقى وتسمى طبقة النكالكورون بعد عملية الحفر عشان أحمي إستوانة النحاس من أي مواد كيميائية موجودة في عملية الطباعة يبقى أنا عندي في البنتو جراف أول حاجة بحفر الستوانة بتاعتي وبعد ما بحفر الستوانة بتاعتي ببدأ أغطيها بطبقة النيكل كروم عشان أمنع أي مواد كيميائية تأثر به النحاس لأن النحاس من المواد الضعيفة اللينة وبناء عليه ممكن تتأثر به أي مواد كيميائية فعشان كده بغطيها بتبقة النيكل كروم عزلة طيب عملية الحفرة هنا بتسمى عملية إيه؟ عملية الحفرة هنا هو بتسمى بعملية القرد عملية الحفرة هنا بتسمى عملية إيه؟ القرد لكن عملية التغطية بالنيكل كوروم ودول مهمين جدا 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 وبيجيولي كتير في الامتحانات موضوع الحفر بالنيكل كوروم والتغطية بيه صوري الحفر بالقرض والتغطية بيه طبقة النيكل كوروم يبقى أنا عندي فيه الحاجات اللي هناخدها فيه فيه مادة الألاف عندنا أول حاجة مكنات الطباعة بالاستوانات النحاسية وكمان الحفر اليدوي كمان هنتكلم عن الحفر بتاع البنتو جراف أو المولت وبعد كده الحفر الفوتوغرافي وبعد كده هنتكلم عن الحفر الليزر ومكنات الطباعة هناخد طباعة بالشابلونات الروتري وطريقة إعدادها وزي منعد الطباعة بالشابلونات الروتري كمان هناخد عندنا مع بعض مكنة التبخير بأنواعها ومكنات التجهيز ومكنات الكسترة ومكنات التجهيز ضد الانكماش والكي الصناعي والكي العادي ومكنات الاحتكاك ومكنات الكي الشرينر وكمان هناخد مكنات الفحص واللف والتغليف النهائي نبص كده مع بعض على جزء جزء من اللي تكلمنا عنه هنتكلم عن مكينات هنتكلم بقى يعني بجزء تفصيلي كده عنهم برضو مش هنتكلم بتفصيل قوي عشان ده هناخده فيه المحاضرات بقى بالتفصيل بتاعتنا هنتكلم ما كانت طباعة بالاستوانات المحاسية وايه اللي هي الاجزاء الرئاسية بتاعتها اللي هي استوانات الضغط اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي اهي دي الاستوانات الضغط والطبقة بتاعت اللي باب بتاعتها وهنتكلم عن الفرش بتاعت الطباعة وهنتكلم عن استوانات الطباعة والحب بتع الون اللي فيه الوان الطباعة بتاعتنا هنتكلم كمان عن سمك الستوانات هنتكلم فيه فيه نقطة مهمة برضو هنا عايزكوا برضو تاخدوا بالكم منها ان以حنا طبعا ودير طبعا انتو هتبقوا شطرين جدا فيها اني لازم الاستوانات اللي أنا اختارها تبقى على قد عدد الوان التصميم يعني التصميم عندي 4 لون يبقى اختار له عدد استوانات 4 4 استوانات تصميم 5 لون لازم يختار له 5 الوان للإستوانات ما ينفعش اختار عدد أزياد الحاجة الثانية القطر بتاع الإستوانة لازم يبقى مناسب لطول التصميم يبقى قطر الإستوانة وأبعاد الإستوانة سواء كان طول أو عرض التصميم لازم يبقى مناسب لقطر الإستوانة وعرض الإستوانة العرض هنا هو يمثل عرض التصميم والطول يمثل قطر الإستوانة يبقى قطر الإستوانة لازم يبقى مساوي لطول التصميم وعرض الإستوانة لازم يكون مساوي لعرض التصميم بيزيد عنه حاجات بسيطة بس صغيرة عشان ما يحصلش ان اللون يخرج برة او التصميم يخرج برة دي حاجات مهمة طبعا احنا نتكلم عن ان ده بالتفصيل في العملية في مادة الالات لكن احنا بنتكلم عن الحاجات المهمة كده الرئيسية اللي ممكن ناخد فكرة عنها هناخد برضو الاعمالة اللي بتحمل الاصطوانات وهناخد سكينة ازالة اللون اللي تكلمنا عنها اللي بتشيل اللون من على التصميم بتاعي وهناخد سكينة ازالة الوبرة اللي لازم بتتحرك حركة سابتة وتتحرك عكس انتجاه القماش عشان تشيل الوبرة من العلقة على سطح القماش ودي اهم فايدة لسكينة ازالة الوبرة لكن سكينة ازالة اللون بتزيل اللون الزايد اللي موجود على سطح الاصطوان حوض اللون وهناخد برضو حاجات مهمة عن حوض اللون ان شاء الله السنة دي هناخد ان حوض اللون ده لازم يبقى من الصلب وما يتأثر بالمواد الكيميائية اللي محطوطة عنده. لان لو تأثر بالمواد الكيميائية ده ممكن يتفاعل معها وبناء ما عليه اصلي فيه درجات الالوان ويأصلي فيه المواد المستخدمة في عملية الطباة. البطانية الكوتشوك وهنتكلم عنها بالتفصيل وهنتكلم هي كم طبقة وعدادها قد ايه وبتشتغل قد ايه اهي. ده شكل كده مخطط للبطانية بتاعتي اهو. ده البطانية اللي بتحرك عندي. وده جهاز الغسيل الخاص بليه البطانية. يبقى دي البطانية هي. اللي هي من الكوتشوك. ودي جهاز الغسيل. طيب. يجي حد يقول لي طب ايه لازم الجهاز الغسيل ده? وايه الفايدة بتاعته? فايدة جهاز الغسيل دوت ان انا بتخلص من السخات او المواد الملونة اللي موجودة على سطح الخامة نتيجة عملية الطباعة بتاعتي. بعد كده نيجي على جهاز مهم جدا. الجهاز ده بالرغم من اهميته اللي اني فيه بعض الناس بتستغنى عنه وهقول بتستغنى عنه ازاي في عملية الطباعة. الجهاز ده هو جهاز التكفيف. وجهاز التكفيف ده هو بيبقى جهاز موجود في نهاية عملية الطباعة. يعني انا عندي القماش بيبقى. ماشي بشكل معين في الطباعة. القماش بيبقى ماشي على سر بتاع البطانية. بعد ما بيتأمله عملية الطباعة. بيكمل القماش عندي على جهاز التكفيف طيب لو انا جهاز التكفيف ده مش موجود يعني انا القماش بيمشي كده على استوانة الطباعة بعد ما خلصت عملية الطباعة يعني لو نفترض ان دي الاستوانة بتاعت الطباعة هو الطبع خلاص بعد كده طلع القماش بيبدأ يخش على جهاز التكفيف جهاز التكفيف ده بيعمل ايه؟ بيجفف الطبعة اللي موجودة على سطح الخامة طيب لو جهاز التكفيف ده مش موجود وفيه جهاز على طول بتاع التسبيب بتاع البخار لان احنا عندنا جهازين في عملية الطباعة جهاز التكفيف وده اللي بيجفف الخامة بس بيجفف بس ما بيسبتش بيجفف الخامة عشان يديني فرصة ان انا لف القماش عشان بعد كده ادخلوا في عملية التثبيت بالبخار طيب لو انا جهاز التكفيف ده مش موجود اعمل ايه وعندي جهاز التثبيت البخار ببعدوا مسافة كافية عن المكنة الطباعة يعني مثلا نفطرت طبعا الموضوع ده مش تمثيل بالحجم ده يعني لكن احنا بنقول ان لو المكنة هنا هوت وجهاز التكفيف بيبقى مفروض هنا عشان اول ما القماش يخرج يخش على المكنة لا جهاز التثبيت البخار ببعدوا بشكل بعيد عنه كده تمام الجهاز ده بيبقى كده مثلا اهو ده الطباعة وده جهاز التبخير بتاعي ابعده بشكل بعيد بحيس ان انا لما ياخد الفترة عبار ما القماش ده بيمشي كده ويفضع يروح لحد جهاز التبخير الفترة ده هي بيحصل تكفيف للطبعة اه مش تكفيف قوي لكن بيبقى تكفيف لحد ما لاني كمان جهاز البخار ده بيبقى طالع منه حرارة وحرارة ده متولدة في المكان كله فبتجفف الطباعة بدل جهاز التكفيف لعني لو جهاز التكفيف مش موجود ممكن استغنى عنه بجهاز البخار وده هنشوفه في الصناعة لكن احنا اللي مفروض ناخده او نشتغل عليه عشان اللي متحنات بتاعتنا لازم يبقى فيه جهاز تكفيف لكن احنا بنقول الكلام ده هوت ليكو عشان انتو طلبة مفروضة تتخرجوا تشتغلوا فيه سوق العمل فلازم تكون فاهمين ايه اللي ممكن تقابله لو ما لقيتش جهاز تكفيف ممكن يبقى فيه ايه لازر بخار على طول بس بيبقى بعيد شوية عن القماش عشان القماش يتهوى ويجف نتيجة عملية الطبعة نخش النقطة تانية ازاي هناخد بقى ازاي نعد مكينة الطبعة بتاعتنا اه سواء ان انا بنضف الاستوانات بتاعة الطبعة وابدأ انضف الاستوانات المحاسية دهية وبنضفها طبعا بمواد التنظيف عندي اللي موجودة عندي واشيل من عليها اي تساخات موجودة عندها وبعد كده اوقت بعد ما بنضف ايه الاستوانات الطبعة بابدأ اعدها لعملية الطبعة اللي موجودة عندي اه برتب الاستوانات طبعا اللون الفتح الاول وبعد كده اللون الغامق وبعد كده ابدأ اضبط الرسمة على التصميم والعلامات اللي موجودة عندي وبعد كده أبدأ أحرك الاسطوانات بتاعتي وأبدأ أزبط التصميم بتاعي وأختار السلاح بتاع السكينة اللي هيشيل اللون الزيادة اللي موجود على سطح الخامة وقلنا أنه هو ميل بزاوية 45 ليه بنقول ميل بزاوية 45 بصوا معايا هنا هوت كده لازم يبقى السكينة بتاعة اللون بتبقى ميلة بزاوية 45 على الاسطوانة بتاعة الطباعة لأنها هي لو حد يبقى هتشيل اللون بشكل كامل يعني لو السكينة موجودة بزاوية قايمة 90 درجة هتشيل اللون يعني السكينة لو أنا عندي هنا كده بتسعين درجة كده ده معناه أنها هتشيل اللون كله لكن لو هي ميلة بزاوية 45 يبقى هتشيل جزء من اللون اللي موجود على الاسطوانة لكن 90 ده معناه أنها هتشيل اللون كله لكن هي بتبقى ميلة بزاوية 45 على الاسطوانة فتبقى لي طبقة على استوانة الطباعة بعد كده بنركب سكينة إزالة الوبرة ودي بقى اللي هي بتبقى واخدة زاوية 90 درجة عشان تزيل اللون كله اللي موجودة تزيل الوبرة كلها اللي موجودة على الخام لان في اللون احنا في زكينة ازالة اللون لازم تبقى اللون اسيب جزء على الاستوان لكن في الوبرة لو سبت اي وابرة عدت مني مجد تحت استوانة الطباعة هتعمل لي مشكلة والمكان بتاعها مش هيتطبع وبناء عليه يبقى انا كده خسرت الجزء بتاع الاماشة ده هيت او هاضطر ان انا اقطعه او استغنى عنه وبعد كده بقى بنركب احواد اللون وبعد بنفتح تصميم السمام بقى البخار لما بنجي نثبت في واحدة التكفيف وتشغل مراوح وندفع الهوى ونضم القماش بعد ما وناخد منه عينات كل دي من اعدادات الاستوانة بعد كده عندنا نوع تاني برضو مهم طبعا احنا مش بنتكلم بالتفصيل عن كل مكينة هنشرحها ان شاء الله بازن الله في المحاضرات الجاية لكن احنا بس بناخد فكرة عامة عن المنهج بتاعي عندي بقى مكينة تباعة بالاستوانات الرئيسية ودي الشكل بتاعها طبعا ايه حد يقول لي طب ايه ليه الفايدة الفرق ما بين الاستوانات المحاصية العادية اللي هي المايلة اللي احنا كنا بنتفرج عليها اللي هي بتاعت الاستوانات الضغط وما بين الاستوانات الرئيسية كل مكنا فيهم بيبقى ليها طريقة ومش هقول كمان ليها طريقة ليها فايدة في الاستخدام يعني في بعض المكينات يا شباب باستخدمها في نوع معين من الاقمشة وفي بقى مكينات تانية باستخدمها في اقمشة تانية ليه بقى هنشوف الحتة الجاية دا اه هنا بقى دي الحتة المهمة ايه هي مميزات مكينة الطباعة بالاستوانات الرئيسية وده ايه انا محضر لكم عشان تشوفوها عشان تبقوا فاهمينها لما نيجي نشرحها بعد كده ايه اللي بيخليني ما باستخدمش اللي هي بتاعت الضغط دا هي واستخدم دي ايه اللي بيخليني استخدم الميلة وماستخدمش الرأسية طب ايه اللي بيخليني استخدمها الرأسية وماستخدمش الميل كل ما كان فيهم ليها مميزة عشان كده دي حتة مهمة جدا 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 ممكن تجيلي في الامتحان فيه اسئلة واوضاع كتيرة يقول لي ايه الفرق ما بين دي ودي ليه باستخدم دي وماستخدمش دا هي طب ايه ميزة دي عندي يبقى دا أبقى لازم أبقى ملم بيه لما يجي أزاكر المادة احنا من دلوقتي اهو بنقول ايه هي الطريقة المسلة ازاي اذاكر بيها مميزات مكين تباعة بالاستوانات الرئيسية اول حاجة عندي هي سرعة التشغيل يبقى انا اول حاجة عندي في مميزات مكين تباعة بالاستوانات الرئيسية هي ايه سرعة التشغيل تاني حاجة انها الاستوانات بتعمل بدون اعمدة عبارة عن استوانات معدنية مغطبة النحاس خفيفة الوزن وبالتالي سهلة في الفك والتركي يبقى من مميزات المكنة بتاعة اللستوانات الرئاسية داية إنها مفاش أعمدة وبناء عليها سهل إن أنا أركبها وسهل إن أنا أفكها يبقى ده معنى إنها هتاخد مني وقت في عملية الطبعة لا طبعا يعني أنا مبانئ من لون للون يعني أنا ممكن في اللستوانات النحاسية مثلا أخد ليون بحالو في عملية التشغيل لكن في حين إن اللستوانات الرئاسية أو الرئاسية بقى ما بتستخدمش لون بحالو أو ما استخدمش يون بحالو في عملية التشغيل بل بالعكس ده أنا في الاسطوانات الرأسية ده أبدأ أشتغل فيها مرة واحدة في عملية التشغيل ويبقى سهل علي أن أنا أفكها وركبها بشكل سهل وياسر كمان بحصل على طباعة ممتازمة والاسطوانات ده أبدأ أعمل بالضغط الهايدروليكي الضغط الهايدروليكي على فكرة من الحاجات المهمة جدا اللي بتخليني أتحكم فيه الضغط وتخلي تقريبا الطبعات اللي تخرج عندي يا شباب تبقى كلها مية واحدة مية واحدة يعني ما فيهاش تقيل وخفيف للطبعة كلها مستوى واحد وشكل واحد نتيجة أن أنا بستخدم عملية الضغط الهايدروليكي كمان من الميزات بتاعتها أنها بتقلل عيوب النتجة نتيجة الطباعة والسبب في وضع الاسطوانات بالتقرار المزبوط يعني أنا بيبقى سهل فيها أن أنا أصبط التقرار بتاعي كمان الطباعة ده هي بتقلل استهلاك السكاكين للطباعة لأنها ما بيبقاش فيه ضغط على السكينة والسكينة كمان بتبقى مضغوطة بشكل هوائي يعني السكينة عندي هنا بتبقى مضغوطة بشكل هوائي وبناء عليه ما بستخدمش سكاكين كتير يمكن في الطريقة الطباعة العادية للسكاكين العادية ده هي بيبقى السكاكين بيبقى عليها ضغط كبير جدا لأن السكاكين بتتحرك بشكل قوي على السكاكينة وبيبقى مباشرة للسكاكينة وبناء عليه بستخدم السكاكين أكتر كمان بيبقى سهل إن أنا أشرف وتابع على هذه المكينة في الصنات أر رأسي وسهل بقى إن أنا بيبقى شد القماش هنا مهمة جدا في بعض الأقمشة ودي حتة برضو مهمة جدا نخلي بالنا منها لما نيجي نزاكر إن شاء الله بإذن الله في الفترات الجاية إن في بعض الأقمشة ما بتتحملش الشد وخاصة إن الشد الطولي زي أقمش تتريكو مثلا أقمش تتريكو دي من الأقمشة المهمة جدا إن ما بتتحملش الشد لأنها لما بيحصل عليها شد بيحصل لها مططية وبناء عليه يفضل إن أنا نستخدمها فيه الرأسية عن المكينة العدي وفيها طبعا نستوارات نحاسية وتطبع حتى 160 سنتي وكمان سرعة المكينة بتبقى حوالي 100 متر في الدقيقة ودي سرعة كويسة جدا على فكرة وبتخرج لي برضو إنتاج جيد يعني يعني السرعة بتاعت 100 متر في الدقيقة دي دي كويسة جدا يمكن الروتري أزيت شوية لكن 100 متر في الدقيقة دي سرعة جيدة بعد كده ناخد بقى الاتباع بالاستندرات المحفورة المائلة بزاوية 45 على فكرة إحنا برضو زي ما بقول كده يا شباب برجع وكرر تاني إن إحنا ما بنشرحش شرح تفصيل إحنا بندي فكرة عامة عن المنى عشان كمان عايزين نتكلم إزاي هنذاكر إزاي هنمتحن وإزاي هنقيم آدي اللي بشكل ميل ودي يمكن أكتر مكينة بتستخدم في أقمشة التريكو لأن المكينة دي بالذات اللي هي المايلة دهيت المكينة دي المكينة دي من أهم مميزاتها يعني من أهم مميزات اللي هي المكينة المايلة دهيت أني مفيش عليها أي شد بيقع على القمش زي ما انتم شايفين كده القمش بالشكل ده مايل بالشكل ده وبناء عليه مفيش أي شد وقع على القمش فعشان كده من الماكينات المهمة جدا ومتستخدم بكسرة في الأقمشة التريكو مميزاتها وزي ما قلنا كده مميزات احنا جايين النهار ده يمكن عشان نقول مميزات كل ما كان يهمنا فيها قبل طريقة التشغيل اللي هنتكلم عنها في المحاضرات الجاية بتصلح لطباعة الأقمشة التريكو وهو لسه اللي احنا بنقول عليه وما فيش شد فيها وتستخدم حتى خمسة لون كمان الأقمشة المنسوجة تصل إلى 8 ألوان عرض القمشة المبوع بيصل إلى 100 متر في حين التانية كانت 160 وسرعتها 80 متر في ديئة هنا أقل سرعة مشوية طيب حد يقول لي طيب ليه هي هنا أقل سرعة هنا أقل سرعة شوية لإني ما فيش شد أساسا على القمش فما ينفعش أصرع فيعمل لي شد على القمش والقمشة التريكو ما يتحملش احنا لسه بنتكلم من القمشة التريكو ده ما يستحملش الشد فعشان كده بقلت السرعة عشان ما يحصلش أي نوع من الأنواع الشد على القمشة وبتوفر الوقت طبعا وعدد العمي هنا بقى دي مهمة جدا 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 الموضوع ده مهم جدا فيه كمان طريقة المذاكرة عمليات الطباعة سواء كانت أخطاء أو عيوب في عملية الطباعة وده مهمة أوي لما أجي أتكلم عنه لإني زي ما بنقول كده الأخطاء والعيوب من الحاجات المهمة جدا اللي بندرسها في مادة الألات ودي بتفتني في حاجة مهمة ألا وهي أن أنا ما بتخرج أنا ما بتخرج ما ببقاش عندي أي خبرة ما بقى عارف أو ما بتعلم هنا إيه هي الأخطاء والعيوب اللي بتقابلني لما أجي أتخرج أبقى هي هنا الخبرة اللي خدها الناس في السنين هو إيه الفرق ما بين حد بقاله سنين بيشتغل في المهنة وحد لسه بيشتغل في المهنة جديد الفرق ما بينهم إن اللي بقاله سنين ده عرف إيه هي الأخطاء إيه هي العيوب إيه الحاجات اللي ممكن يتلاشها فبيطلع الحتة مفهاش أي خطأ طيب والحد الجديد لسه ما يعرفش إيه الأخطاء والعيوب اللي بيقابلها وبناء عليه ما يقدرش يتلاشها وبناء عليه بيطلع عيوب طب لما أنا أكون بدرس في المدرسة عندي إيه هي الأخطاء والعيوب اللي بتقابلني في عملية الطباعة ده معناه إن أنا ما أتخرج بقى عندي الخبرة اللي موجودة بقى لها سنين عند الناس القديمة اللي تقدر أبقى عارف فيها إيه الأخطاء والعيوب اللي ممكن تقابلني وأبقى عارف إيه هي المشاكل اللي ممكن تقابلني وإيه هي طريقة معالجتها وإزاي يعالجها فحاجة من الاتنيا لاما ما اعش فيها لاما اقدر عليها لو انا وقعت فيها فهنا موضوع الاخطاء والعيوب اللي كتير مننا يمكن اما بيجي زاكر بيطمش موضوع الاخطاء والعيوب دهيات ما بيركز معاها او بيركز دايما على العملية نفسها او طريق التشغيل المكنة او طريق التركيب المكنة وكل دور كل حتة في المكنة بتعمل ايه وكل حاجة بتشتغل ازاي وكل بنركز دايما على الحتة دي ما اني احنا ما بنركز على الاخطاء والعيوب اللي بتبدأ تقابلني وطريق تصيون المكنة وايه المشاكل وايه ترق حلاها طيب ليه عايزنا نركز على الحاجات دي لما نجي نزاكر لاني الحاجات دهيات مش هتفيدني في الامتحان بس طبعا مungkin تيجي في الامتحان ومungkin تيجي في اسلط الامتحان متيجي كتير كمان لكن مش هتفيدني في حتة الامتحان بس لا دي دي كمان هتفيدني في خبرات اللي انا اقدر استفيدها لما يجأ اشتغل بعد كده أبقى عارف إيه الأخطاء والعيوب فإما عالجها لإما ما أعش فيها فأخطاء وعيوب عملية الطباعة بالاستوانات أخطاء وعيوب كتيرة من ضمنها أول حاجة عندنا لما بنكون عدم ضبط ليه خيوط السدة واللحمة بالقماش مما يجعل القماش فيه ورب وعدم استقامة للخيوط أو عدم ضبط استوانة الطباعة أو وجود تقوص فيه استوانة الطباعة يعني أنا لو عندي فيه استوانة الطباعة مقوسة ده بيعمل لي مشاكل فيه عملية الطباعة لإني فيه جزء معين هيبقى الطباعة بتاعته لإما خفيفة لإما مش مطباعة أساسا فعشان كده لازم أراعي إن الاطباعة لازم أراجع أنا كأراجل صفني ماسك مكينة مثلا أو ماسك أو حتى بساعد فيه تشغيل مكينة لازم أعمل أجيب مزام ميا وأوزن الاستوانات بتاعت الطباعة بتاعت كلها أحط الميزان على رأس الاستوانة كده وأشوف هل الاستوانة مزبوطة ولا لا عشان لو فيها أي تقوص ما اشتغلش بيها أتجنبها على طول لإني هيعمل لي مشاكل في الطباعة يبقى أنا ما أعرف العب ده وأنا هنا هوت فيه المدرسة بأتعلم يعني إيه عب ده على الاستوانة الطباعة لما أجي أتخرج بره واجي أشتغل ولاقي فيه طباعة مثلا خفيفة ولا حاجة أروح على طول هشوف هل فيه وابرة آه ما فيش وابرة طيب هل فيه مثلا إن اللون كان خفيف أو سكنة اللون فيها مشكلة في الحتة دي لا ما فيش سكنة اللون أروح على استوانة الطباعة أجيب مزان من المية وأبدأ أعوز إن الاستوانة لو لقيت فيها تقوص آه يبقى من هنا العب بتاع استوانة الطباعة طب الخبرات دي أنا أخدتها منين آه ما أنا بعلمها لك آه إيه هي المشاكل اللي بتقابلني فيه عملية الطباعة كمان وجود عيوب نتيجة عملية التصوير نفسها بتاعة التصميم فيه عيب تاني كمان ممكن يقابلني اللي هو هجرة الألوان هجرة الألوان ده هي بتبقى نتيجة أني فيه العمق الحفر بتاعي مش مزبوط أو الاستوانة ما غسلتش كويس أو فيه أحوات خاصة بالألوان ما كانتش نظيفة سكنة الألوان مش نظيفة آه فيه سكنة وابرة موجودة على الخامة فيه الفرشة اللي بتزيل اللون أو فيه سكنة اللي بتزيل اللون السكنة داية مش مزبوطة أو مش موزونة أو مش معمولة بزاوية جيدة وبناء أن يحصل عليه هجرة في الألوان خط سكنة إزالة اللون ده بيبقى أحياناً بيوجد أن سكنة إزالة اللون دايماً سكنة إزالة اللون بتحرك حركة ترددية فأحياناً أن الجهاز بتاع الحركة الترددية بتاع السكنة الإزالة بيبقى الجهاز ده سابت ما بيتحركش أو مش شغال طيب الجهاز ده لو سابت إيه يحصل بيعمل لي حز فيه السكينة نتيجة عملية الطباعة والحد ده هوت بيعمل لي خط طولي كده في عرض الأماش هنتكلم طبعاً عن الكلام ده بالتفصيل في المراحل القادمة ودربات السكينة بتاعت اللون وتقاوص السلاح اللي احنا كنا بنتكلم عنه وإصابة جسم الإستوانة بالطباعة لو فيها شرخة أو فيها أي عضبة أو فيها أي مثلاً نقر أو حفر موجودة في الإستوانة ده طبعاً بيعمل لي مشاكل في عملية الطباعة تنميل في الإستوانة أو نقط بيضاء في الأماش عدم قفاية عمق الحفر أو عدم تساوي البطنية لو فيها مشاكل في البطنية ما فيش جهاز غسيل كويس أو تشوية الرسم نتيجة مثلاً فيه ضغط زايد في الأماش أو الضغط الهيدروليكي مش مظبوط فيه سيولة في اللون فيه رطوبة عالية في البطنية كل ده بيعمل لي مشاكل في عملية الطباعة ويشوه رسمي بتاعي أو لو البراص المتنية والبراص المتنية طبعاً بيعمل لي حرف كامل مش مطبوعة ده مشكلة كبيرة جداً فلازم عندي جهاز ضبط البراص اللي احنا كنا بقى اغغدينه فيه سنة أولى وتانية فيه جهاز اسمه فرد البراصل احنا بقينا دلوقتي نصف ثالثة وجبار عارفين انه لازم جهاز فرد البراصل ده مهم جداً فيه عملية الطباعة عشان ما يعمليش أي مشكلة فيه ما بعد ويه أو أجزاء غير مبوعة في وحدات الرسم كل دي حاجة من العيوب اللي احنا بنقابلها أو عيوب تكفيف ويه الصيانة الخاصة بمكينة الطباعة ودي برضو مهاء هناخدها برضو معانا الصيانات الخاصة في مكينة الطباعة واساليب العلمية بتاعت الصيانة ده هي سواء كان كشف دوري وتصليح ما يحتاجه لإصلاح أو تنظيف الأجزاء بتاع المكنة أو إجراء عملية تزييد وتشحيم للأجزاء أو اتباع الرشادات المتابعة في الصيانة المكينة أو تغيير المصامير والجلة والتروس كل دي حاجات مهمة ومتابعة الوصلات والأنابيب البخار والضغط والمية وأنابيب البخار المباشر وغير مباشر وجهاز اللي بقلب به الكيمويات وجهاز سواء كان الضغط أو جهاز الصرف بتاع الألوان وجهاز الغسيل ده مهم جدا بعد كده هنخش على إن شاء الله بإذن الله هنخش برضو مع بعض في مكينة الطباعة بالشبلونات الدقارية أو الروتري والروتري يمكن من المكينات المهمة جدا واللي بنستخدمها بشكل كبير جدا في عملية الصناعة ويمكن هي أكتر مكينة يعني ذات الشعبية الأولى يمكن مش عايز أقول نسب ممكن ما تبقاش دقيقة قوي لكن تقريبا 80% من أنواع الطباعة في الأقمشة المستمرة غالبيتها بتستخدم طباعة الروتري لإنه منتشر بشكل كبير جدا وليه يعني نقدر نقول شعبية ما بين رجال الصناعة هاي ده الشكل بتاع شابلنات الروتري ها هو ده الشكل بتاع الاستوانة بتاعت الروتري دي بتاعتنا هاي دي الاستوانة بتاعت الروتري أنا ده ده مهم جدا بالنسبة لي لإني دي صورة حية فعايزك تشوف القصة ماشية إزاي يعني ده مهم قوي لإن إحنا تفصيل الماكنة وتركبها وإزاي بنركبها وإزاي بنشتغل عليها ده كده كده هناخده بالتفصيل في المحاضرات القادمة لكن أنا هيميني هنا قوي تتخيل الشكل بتاعك ويا ريت لو تقدر تكيبهم مسلا عن طريق فيديو أو حاجة من يوتيوب تشوف الشغل بتاعها شغال إزاي قدي الماكنة الروتري هي ونحاول النهاردة ممكن نوريك برضو جزء كده الماكنة الروتري هي ده الشكل بتاعها تقريبا حلم دي الاستوانة بتاعت الروتري هي دي الاستوانات بتاعت الروتري حلم قدي ده شكل الاستوانة وهنا ده البرميل اللي بيقى موجود في اللون وبيتسحب عن طريق المنصورة دهيت ويبدأ يضخ جوه الاستوانة هنا جوه الاستوانة بتاعتي دهيت وبعد كده الاستوانات دي بتلف طبعا بتلف عكس اتجاه القماش حلو والقماش بيمشي كده وهي بتلف عكسه تمام وفيه هنا جوه فيه راكل او سكواج بتاع الطباعة بيتحط بجوه على قد عرض الاستوانة على قد عرض الايه الاستوانة يعني هو قد عرض الاستوانة ده ايه بحط الراكل بتاع الطباعة ويبدأ يشتغل جوه ويبدأ اللون ينزل من الفتحات بتاعة الاستوانة بتاعة الروتري اللي هنتكلم عليها بالتفصيل ونشوف ازاي بنصورها وازاي بنشغلها وبعد كده القماش يبدأ يجر هنا هو يتحرك 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 وبعد كده يبدأ يتلف على بيبقى فيه مجفف مفروض وبعد كده هو يبدأ يتلف على الاستوانات او الباتشار وبعد كده يروه على عملية التسبيق دي تقريبا الفكرة بتاعة الماكنة الروتري ودي لوحة التحكم بتاعتها عشان تتحكم فيه السرعة بتاعة الماكنة لو فيه اي مشكلة وهنا بيبقى فيه ناس وقفة دايما تبص على الخامة لو فيه وبر او حاجة موجودة بيوقف ويبدأ يشيل الوبرة اللي موجودة على سطح الاستوانة ده والوبرة ما كانتش تشالت في الاول دي ماكنة الروتري ودي الجهاز التحكم بتاعها ودي بتاع السرعة وبتاع التركيب وبتاع كل حاجة وازاي يحرك وقد ايه يحرك متر او مترين يبدأ يحرك الماكنة بتاعته وبتاع الجهاز مراحل اعداد الشابلون الدائري ازاي او الشابلون الروتري ده ازاي بنعده اول حاجة مكتب الرسمة والتصميم طبعا مش هتكلم عنها برضو بالتفصيل لكن بنقول برضو فكرات عنهم كده مكتب الرسمة والتصميم ده بيعد التصميم بتاعي وبعد كده مكتب اسمه التصوير الفوتوغرافي ده بعد اعداد التصميم اللي عندي يعني بعد انا ما بعد التصميم بتاعي ابدأ اعمل عملية التصوير التصوير ده بيتم ازاي هنتكلم عنه بالتفصيل بس هنقول يعني ان هو ايه باخد الرسمة موجودة بتبقى عرضها على قد عرض الاستوانة ومحيط او طولها طول التصميم بتاعي لازم يبقى على قد محيط الاستوانة عشان ما يحصلش اي ركوب في الاستوانة ممكن بيبقى اقل بتنين ملي كده ولا حاجة عشان الركوب او اللون ما بيفرش معايا وبعد كده بابدأ اصور الشابلون وهنتكلم عنها برضه بالتفصيل وبعد كده بعد ما بصور الشابلون بتاعتي بعمل الرطوش والزا الحلقات على الاستوانة بتاعة الروتري وبعد كده ابدأ اركب الاستوانة على المكينة وابدأ اعمل عينات ليه الالوان يعني بعد ما بخلص التركيب بابدأ اعمل عينات ليه الالوان عشان اشوف الالوان بتاعتي هل هي دي الدراجات اللي انا عايزها ولا لا مكتب الرسم خلاص بقى بنتكلم عنه عن تصوير الشابلون الدائري والشابلون بيبقى دا الدائري دايما غالما مصنوع من طبقة النيكا الكروم يبقى الشابلون داود بيبقى عبارة عن سلك والسلك داود بيبقى ليه درجات طبعا كل مثلا معيلي دا معناه ان عدد او الفتحات بتاعته بقت ادية يعني كل معيلي الدرجة يعني مثلا نقول 120 يبقى الفتحة بتاعته دا معناه ان انا عندي 120 سقبة في الصنطي فدا معناه ان الفتحات ديقة لكن مثلا بنقول 45 يبقى دا معناه ان انا عندي 45 سقبة في الصنطي فدا معناه ان الفتحات اوسع شوية فكل معيلي الدرجة كل ما الفتحات ايه زاد مميزات طبعا الشابلونات الروتري إن أول حاجة إن هي مرونة ثبات أبعاد الأبعاد بتاعتها ثبتة لإن طبعا النكل كروم ده مهم جدا جدا لسه كنا بنقول عليه إن احنا بنغطي سطوانة بطبقة النكل كروم عشان هو بيتحمل كمان المواد الكيميائية وبيقاوم الكيمويات وبيقدر يقاوم كمان الاحتكاك وده مهم جدا فلما تبقى الشابلونة بقى كلها مصنوعة من النكل كروم فده بيديني مقاومة عالية جدا ليه الاحتكاك والكيمويات وفي نفس الوقت ثبت للأبعاد وكمان في مرون دي عملية اللي بتخسر فيها شابلونة الروتري بالمادة الحساسة ببدأ أحسس الاستوانة بتاعتي يعني أنا ببدأ أدهن المادة هنا هو تهي ببدأ أدهن المادة الحساسة على استوانة الروتري زي ما يكون بعمل شابلونة مسطحة بالزبط خطوات إعدادها بقى بنوضع الشابلونة الدائري في الفرن الأول 140 درجة وبعد كده لمدة ساعتين وبعد كده نركب الحلقات الألمونيوم على طرف الشابلونة وبعد كده نبدأ بقى نخسله كويس أو بحمد الكروميك المشاع وهنا حمد الكروميك على فكرة ليه مستين أول ميزة مهمة جدا 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 إن هو بيغسل الشابلونة مثلا من التساخات أو كده لكن ليه ميزة مهمة أوي 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 إن هو بيقتل أي كائنات دقيقة موجودة على سطح الشابلونة وده في بعض الكائنات ممكن إحنا ما نقدرش نشوفها بالعين المجردة لكن الكائنات دا هي بتعمل لي مشاكل في الطباعة لأنها بيحصل تجمع وفيحصل تنميل ممكن يكون مش متشاف لكن لما بيكون غسل الشابلونة بحمد الكروميك أي كائنات دقيقة موجودة على الشابلونة بيسموه حتى في لغة الصناعة بيسموه التطهير أي كائنات دقيقة أو أي ميكروبات أو أي حاجة موجودة على الإسطوانة بيقتلها وبناء عليه ما بيبقاش فيه أي حاجة عن الإسطوانة فالطبع عندي بتنزل بيور ما بيقاش أي مشكلة تمام؟ وبحط فيه بقى محلوسه دا كوية 20% عشان بعد ما بخلص غسل بحمد الكروميك عشان نقدر نعادل الحامض الموجود على سطح الخامل لأن طبعا لازم يبقى الإسطوانة الوسط بتاعها متعادل ما ينفعش الإسطوانة يبقى فيها لميلة للحمودة وميلة للقواعدية لازم تبقى الوسط بتاعها متعادل بعد كده هناخد برضو إزاي بقى ندهن المستحل بتاع التصوير وإزاي نضيفه والبيكرومات اللي بنضيفها على مادة التصوير وإنتوا طبعا واخدين الكلام دا هوت فيه الشابلونات المستطحة بس هنبدو بقى على الشابلونات الدائرية أهو ده طريقة لطريقة الاطلاق بتاع الإسطوانة هو الحلقة اللي موجودة قدامي دي دي بتنزل بيتحط فيها اللون ويبدأ أهو اللون أو المادة الحساسة بتاعته ويبدأ يترفع على الإسطوانة بحيث إنها تدهن الإسطوانة بشكل كام خواص طبعا المادة الحساسة طبعا هناخدها ودي مهمة جدا برضو تخلي بالكم منها إن شاء الله بإذن الله لما نجي نتكلم عنها برضو إن هي إيه هي خواص المادة الحساسة اللي بدهم بيها الإسطوانة دهية لازم تبقى زيتة مرونة عالية وسهلة التحضير وفيها مقاومة عالية للمواد الكيميائية وقاومة الاحتكاك كل ده مهم فيه التصوير وفي نفس الوقت لازم تبقى حساسة جدا للضوء عشان لما يجي يبقى عندي تصميم مثلا فيه نقط فيه حاجات صغيرة فيه هشير فيه حاجات رفياعة كل ما كانت المادة حساسة للضوء كل ما الحاجات دي طلعت بالشكل اللي أنا عايزه بالزبط بعد كده بقى بجفف الشبلونة بطيار الهواء ودرجة حرارة 30 درجة مقاوي ده الجهازة هو بتاع التصوير حلو ده الفيلم محطوط على الإسطوانة وهنا الإضاءة الإضاءة دي ما بتولع تمام بتطلع ضوء والإسطوانة هنا بتبدأ تتحرك الإسطوانة هنا مش سابتة الإسطوانة هنا لو تثابت هتبقى مشكلة ليه بقى؟ لأن الإسطوانة هنا لو تثابت ده معناه أن فيه جزء معين من الإسطوانة اللي هو مواجه للضوء هو اللي هتصور لكن الجزء اللي ورا مش هتصور ومش ممكن أعده بنفس الفترة اللي التاني قاعد عليها فعشان كده الإسطوانة دي لازم تبقى دائمة الحركة بشكل مستمر يعني لازم على طول تكون بتلف قدام مصدر الضوء وطبعا عليها الفيلم بتاعي تمام؟ بعد كده خطوات بالنسبة بقى لوقت التصوير وده مهم برضو جدا لازم تخلي بالكم منه ولما نجي نشتغل عليه ايه هي الحاجات اللي بتأثر في وقت التصوير؟ يعني قوة الإضاءة تفرق؟ أه طبعا تفرق يعني أنا لما يبقى عندي هارجع هنا بالسلايد كده لما يبقى عندي هنا هوة خمس لومد زي ما يبقى عندي تلاتة زي ما يبقى عندي اتنين زي ما يبقى عندي واحد؟ لا طبعا كل ما العدد اللومد بيزيد كل ما الوقت بتاع الإضاءة يقل لكن ده مهم بالنسبة لي بشكل كبير جدا ده بالنسبة لي الاستوانة أو خطوات الاستوانة أو تصوير الاستوانات الدائرة تمام؟ اه كمان عندي حاجات مهمة جدا لازم أفهمها وأنا بشتغل عليها إن أنا لازم أخلي واركز جدا إن أنا كمان عندي فيه إزاي أعمل عملية التثبيت إيه الأجهزة اللي أنا بستخدمها فيه عملية التبخير إيه الأجهزة اللي أنا بستخدمها فيه عملية التجهز النهائي كل دي مكينات هناخدها مع بعض كمان لازم تبقى أخد بالك جدا إنك أنا ما يجي أذاكر لمدة الألات لازم أبقى مركز جدا على شوية حاجات كده مهمة هلهم مع بعض بسرعة عشان نلحق وقتنا أول حاجة لازم نبقى شغالين على تركيب المكينة إعداد المكينة طريقة الصيانة بتاعت المكينة إيه هي الحاجات اللي بتأثر فيه المكينة إيه العيوب النتجة من عملية المكينة الكلام ده على المكينات بشكل عام إيه العيوب النتجة من عملية المكينة إيه الخطوات إيه الحاجات اللي بتأثر فيه عملية صيانة المكينة إيه العوامل اللي بتأثر فيه صيانة المكينة نخلي بأنه جدا من الامتحان بتاعنا بيبقى جاي بشكل بسيط بيقول لي ايه طبعا الامتحان لازم بيبقى فيه جزء بيتكلم عن الماكينات كتركيب بيتكلم عن الماكينات القصيونة بيتكلم عن الماكينات كطرق تشغيل بيتكلم عن العيوب اللي بتنتج عن الماكينات كل ده بيبقى موجود فيه الامتحان الامتحان بيبقى مقصوم عندي برضو بيبقى مقصوم تقريبا ليه اربع اه تلات اجزاء ربع للطالب الضعيف قوي نص للطالب المتوسط وربع للطالب المتفوق اللي بيبقى فاهم المادة كويس جدا الامتحان بيبقى فيه جزء مقالي ويبقى فيه جزء اختياري وصح وغلط وأكمل ويبقى فيه جزء بتقعد تكتب فيه عشان تقوله انت فاهم ايه كل دي موجود فيه الامتحانات خلي بالك ان ده برضو هيبقى مختلف عن اسلوب الجدارات لكن احنا بنكلم عن التلس سنين العادي كمان طرق التقييم بتبقى سهلة احنا بنبقى يعني منراعي طالب جدا لكن لازم انت كمان تبقى تدي احساس للراجل اللي بيصعح لك انك انت فاهم فاهم الطريقة بتاعت التشغيل فاهم الحاجة المكونات بتاعت المكينة كل دي حاجات لازم تبقى مركز عليها في عملية المذاكرة بتاعتك مادة الالات من المواد السهلة جدا لازم تبقى عارف فيها بس طرق التشغيل ومهارة الاستخدام بتاع المكينة ومهارة التشغيل بتاع المكينة لو انت ملم بالحاجات ده هي هتبقى في مادة الالات بيرفكت ما فيش عندك اي مشكلة مطلعش ما عندك اي خطأ لو عارف المكينيات وتركبها ماشي وده بالنسباننا ده المهم بالنسباننا في مادة الالات ان شاء الله بإذن الله هناخد الكلام ده في المحاضرات اللي جاية بالتفصيل وشكرا لحسن استماعات حضراتكم ونقابلكم في المحاضرات القادمة في شرح المنهج السلام عليكم